من جديد عادة قصة دونا روما ورفضه تجديد عقده مع ميلا لتحتل وجهة الأحداث الرياضية في إيطاليا بعد يوم مثير للجدل من الحارس الدولي الشاب تفاصيل أكثر مع مراسيرنا حسين ياسين من ميلانو أصفة دونا روما هذا هو العنوان الأبرز الذي يمكن أن نطلقه على ما يحدث مع حارس مرمى ميلا فابن الثمانية عشر عاما أمضى يوما صاخبا جدا على مستوى الأحداث من مكان تواجده مع منتخب إيطاليا في بولندا يوم بدأه بتأكيد ارتباطه المتين بمدير أعماله ريولا وفي المساء بعد سيل كبير جدا من التعليقات الغاضبة من جمهور ميلا كتب دونا روما على حسابه أنه سيجلس مع عائلته ومدير أعماله وميلا لمناقشة تجديد العقد لكن دونا روما وبعد تغريدة من ريولا فيها رسالة واضحة أعلن أن حسابه على إنستجرام تعرض للقرصنة وقرر إغلاقه لا أعتقد بموضوع القرصنة لأن العديد من أقارب دونا روما وضعوا إعجابا على ما كتبه الحارس على إنستجرام أعتقد بالمقابل أن ريولا وبعدما شاهد تعليق جيجو على إنستجرام قاموا فورا بحذفه ووضعوا حجة القرصنة بالتأكيد ما يحصل يترك أثرا عند الجمهور جمهور ميلا الذي يمكنك أن تشعر بحزنه وأن تتسأله عن دونا روما هناك الكثير من المرارة ربما الآن يقومون بحل كل الأمور نأمل خير المتفائلون عديدون يملكون أسبابهم الموجبة والمتشائمون عديدون أيضا وهم بدورهم لهم أسبابهم الموجبة فيما يستمر حارس بإمكانيات هائلة يتخبط وسط هذا البحر الكبير من أمور لم يكن يفكر ولو للحظة أنها ستحدث له بعمر كهذا عندما جاء ريولا إلى هذا المكان ليبلغ إدارة ميلا أن دونا روما لن يجدد عقده أعتقد الجميع أن الأمور حسمت لكنها كانت البداية بداية عاصفة اسمها تجديد عقد دونا روما مع ميلا والكل ينتظر النهاية من أمامك زميلا حسين يسين بإين سبورت